اشتركوا في القناة وفي اللقاء تم تطرق الى طبيعة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات ومناقشت عددا من القضايا والمواضيع الهامة التي تهدف الى مصلحة البلدين واشاد فخامة الرئيس بمواقف تركيا الاجابية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف ومنها ما يتصل بموقفها الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في وجه القوى الانقلابية ومن يقف خلفها واكد رئيس الجمهورية على مكانة تركيا في المنطقة والعالم الاسلامي في مواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة من خلال زرع الاثارة والفتن مجددا على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المواقف والمحافل الدولية اشاد فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمواقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن في اطار مجلس الامن الدولي والتي تاتي انطلاقا من حرصه نحو السلام والتفاعل الايجابي وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلع منها القرار 22-16 لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدالة والمساواة والشراكة في ادارة السلطة والثروة لكافة ابناء الشعب اليمني ولفت رئيس الجمهورية خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا ايدموند في تون براون الى تعنط القوى الانقلابية وتماديها في اعمالها الارهابية وبدعم خارجي من خلال تهديدها للملاحة الدولية في باب المندب واستهدافهم لسفينة المساعدات الاماراتية سويفت ما يؤكد على عمل العصابات الصبياني والذي يتطلب من المجتمع الدولي ان يكون له موقفا واضحا تجاه تلك القوى الانقلابية المتطرفة ومن يمولها ويقف خلفها وناقش فخامة رئيس مع السفير البريطاني جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بمجالات التعاون بين البلدين الصديقين وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح لجنة خاصة بالنزول الميداني ورفع تقرير شامل عن اوضاع ميناء الوديعة البري والاتلاعي على الاوضاع فيه بهدف وضع خطة تصخيحية تضمن تحسين ادائه ويترأس اللجنة المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن عادل القميري وعضوية ممثلين عن الجانب الحكومي والجيش الوطني وادارة المنفذ والاشقاء في التحالف العربي اكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح تمسك القيادة السياسية بالدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وتمسكهم بالسلام المنبثق بالتزامات بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 ودع نائب الرئيس خلال لقائه قادة مقاومة وضباط في الجيش الوطني وشخصيات اجتماعية من محافظات الصنعاء وعدن ومأرب والجوف الى تنسيق الجهود بين الاقاليم لتحرير العاصمة الصنعاء وتخلص اليمن من اثار الانقلاب الذي نفذته ميليشيات جندت نفسها لقوى اجنبية مقابل الاضرار بامن اليمن ودولة اليمنيين سترت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية في مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقال المركز الاعلامي لقوات الجيش الوطني ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي تمكنت من السيطرة على جبل بحره الاستراتيجي اعلى قمة في منطقة حريب بنهم سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز على احدى المواقع الاستراتيجية بمديرية حيفان جنوب المحافظة وقال مصدر الميداني ان قوات الجيش والمقاومة احكمت سيطرتها على تبة الخزان في حيفان عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والصالح واشار المصدر الى ان رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية تمكنوا من تطهير تبة الخزان بالاكبوش في عزلة الاحكوم التابعة لمديرية حيفان والتي تطل على هيجة العبد جنوب تعز قتل اربع عشر مسلحا من ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح واصيب سبع اخرين في معالك عنيفة بين الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية غرب مريس بمحافظة الظالع وقال مصدر الميداني بالجيش الوطني في مريس ان قوات الجيش والمقاومة تصدوا لهجوم من شنته الميليشيات على بعض المواقع في عدنه الشامي ورمه غرب مريس وكبدوهم خسائر كبيرة في المعدات والارواح مؤكدا سقوط اربع عشر قتيلا وسبعة جرحا في اوساط الميليشيات فيما اصيب واحدا من الجيش الوطني شنت مقاتلات طيران التحالف العربي غارات جوية سهدفت تعزيزات لمواقع الميليشيات الحوثية والمخلوع الصالح قرب منطقتين كريش والشريجة بمحافظة لحجة وقالت مصادر محلية ان الطيران شن عدة غارات على تعزيزات عسكرية ومواقع تتمركز فيها مدفعية الانقلابيين في جبل الحمام وبيت حميمة شمال منطقة كريش بالتزامن مع تحليق مكثف في سماء كريش والشريجة والقبيطة وبحسب المصادر فقد شهدت اعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة في حين هرعت سيارات الانقلابيين لنقل القتل والمصابين من عناصر الميليشية الى منطقة الراهدة تهينا من موجز الاخبار اراكم في خير الى اللقاء اشتركوا في القناة